أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنظر قوما ما أنظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن ما جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن 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 الموتى ونأتب ما قدموا وآخرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وبرق لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليوسنكم وليوسنكم منا عذاب أليم قالوا كوائركم معكم أأنذ ذكرتم فلأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جود من السماء من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الضرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لنا جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيي لها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جهنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الريون ليأكلوا من ثمرني وما عملت ويديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تتبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تترك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فيه فلن يسبحون وآية لهم أننا حملنا ضدية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرطهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة مننا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات رب إلا كانوا عنها مغرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا وحضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما قمتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكرون هم أذراج في ظلال على الأرائك متكئون له فيها فاكهة ولنما يدعون سلام طولا من رب الرحيم سلام طولا من رب الرحيم سلام طولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجربون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدد مبين وأن عبدوني هذا صراط مستقيم ورد أظل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تتفرون اليوم نختب على أخوانهم وتتلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يردلون ومن نعمرون كسف في الخلية فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبضي لهم إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينظر ما كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ينونا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون وذلل لها لننف منها ركوبهم ومنها يأكلون ولن فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسررون وما يولدون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو فصيل مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحييه عظام وهي رميم قل يحييه الذي أعاشها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقضر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحانا الذي بيده من نقوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن الرحمن الرحيم على قبل الإنسان عينة رحمن الرحيم رحمن الرحيم رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصان كالفغفار وخلق الجن من مارد من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برسخا لا يبغيا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألهما في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ياشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شغت السماء فكانت وردة كدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنه من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومنها دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثهم إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبغر جن حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك السم ربكما تكذبان والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تبار ما ترى في خلق الرحمن من تفابت فارجع البصر فلترى بها فطور ثم ارجع البصر كروتين يقلب إليك البصر خاصيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أغلقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيز كُلْ لَمَا أُلْقِيَ خِيْهَا فَأُجُجُوا سَأَلَنَا خَزَنَتْهَا أَلَنْ يَأْتِكُ النَّذِيرُ قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ آتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِ فَصُحْفًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ أَذِهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاكِ الصُّدُورٌ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَّطِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أَأَمِنْتُمَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمَّ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَنْ يَرَوْا إِلَى الطَّوَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِرُ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْحَانِ إنه بكل شيء مصير أَمَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جَوْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرِونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَلَنْ جُوْفِي عَتُوبٍ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهَدَاءٌ أَمَنْ يَمْشِي سَبِيًّا عَلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْهُ الَّذِي أَنْشَعُكُمْ وَجْعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْهُ وَالَّذِي ذَرَأْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ مَالْعِلْ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا نَأَوْزُ الْفَتَاسِي أَتْوْجُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْدَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهَلَتَنِيَ اللَّهُ وَمَهُمْ مَعْيَ أَوْرَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيلُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَدِيلٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا فَسَتَعَلَنُونَ مَنْ وَفِي ظَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَعَبِدُ مَا عَبَدَتُمْ وَلَا أَنتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَدِينُ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أره الله صمد لم يلد ولا مولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أره الله صمد لم يلد ولا مولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أره الله صمد لم يلد ولا مولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلد من شر ما خلقه ومن شر غاسق إذا وقبه ومن شر النفاثات بالمقد ومن شر حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم صراط الذين أنا أمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالضيب ويطيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزلنا قبلك وبالآخرة هم يوطنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد نوح حجهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب ذنبه الله فيغشر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على أن الشيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أخرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نصينا أو أفتأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل الله ما لا توقت لنا به واعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القغم الكافرين صدق الله عظيم مولانا فانصرنا على القغم الكافرين يا الله الرحمن الرحيم میں نے يا الله قلع مجید کی سورة آسین سورة رحمن سورة ملک اور چاروں کل کی تلابت کری ہے الحمد و شریف کی تلابت کری ہے سورة بقرہ کی تلابت کری ہے مولا جو غلطیاں خامیاں ہو گئی ہیں معفرما صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ الرحمن الرحيم یا قریب قلع مجید کی برکت سے مولا ہم سب کی پریشانیاں دور فرما برکتیں عطا فرما مولا روزی روزگار میں رزق میں زندگی میں عمل میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرما پریشانیاں بیماریاں دور فرما حرافت بلیہ سے محفوظ فرما مولا قریب جن لوگوں کے رشتش نہیں آتے ہیں مولا ان کو غیب سے مدد فرما مولا جو لوگ پریشان حال ہیں جید قید ہیں مولا قریب ان کو قید سے رہائی عطا فرما مولا ہماری دعائیں معاف فرما دعائیں معاف فرما دعائیں معاف فرما یا اللہ میرے دادا مرکوم کی سورے ان تمام سورہ کی تلابت قصد کے ہیں مولا ہم بخشت و مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں على مقامتا فرما مولا دعا قبول فرما یا اللہ جس نے جس مقصد کی خاطر سورے یاسیر سورے رحمان سورے ملک اور تمام سورتوں کی تلابت سنی ہیں مولا اس کی تمام مقصد پورے فرما جائز کاردار میں دکان میں مکان میں زندگی میں برکتیں عطا فرما مولا دعا مقبول فرما اللہ تقبل ملنا انکا تصمیع العیم وتبع علینا انکا تتباب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور ارشیہ مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجبعین رحمتک یا ارحمار رحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالی jest شكرا